قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين ان عائلة الشهيد محمد سمير عبيد رفضت استلام جثمان نجلها بشروط الاحتلال الاسرائيلي وقالت الهيئة ان السلطات الاسرائيلية اشترطت تسليم الجثمان بدفنه في مقبرة باب الزاهرة خارج حدود العسوية في ساعات المساء وبحضور خمسين شخصا فقط ودون رفع الاعلام والرأيات خلال الجنازة الامر الذي رفضته العائلة وفي تطور اخر افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي عقب مداهمة منزله واعتقاله من حي الصوانة في القدس المحتلة وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا قد طالب بالافراج الفوري عن الهدمي كما طالب بتدخل المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي للضغط على اسرائيل الافراج عنه واستنكر اشتيا حملة التنكيل الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي تجاه سكان العسوية في القدس المحتلة والتي ادت اول امس الى استشهاد شاب مقدسي واصابة واعتقال العشرات